حول قصص الحب السعيدة في عيد الحب الحب دايما عبارة عن شكل واحد يعني الحب بتاعتنين بيحبوا بعض وتكلل قصة الحب العنيفة بالزواج المبارك بإذن الله زي ما أظن كمان الحب يبقى حبك لعيلتك والأسرتك حبك لأمك وأبوك وأخواتك حبك للجران حبك لأصدقاء العمر وهكذا يعني أنا من الناس الحقيقة اللي تحب إنها تشوف عيد الحب ده هو حالة واسعة عميقة من كلمة حب طيب وهل سمعتم عن بيتنا؟ صفحة بيتنا موجودة على السوشيال ميديا صفحة لذيذة جدا عملها اتنين لوزاز جدا خالص جورج ومريز شاب وشابة على رأي ستة فيروز حبوا بعضهم هم شايفيني أكيد وسامعين حبوا بعضهم عشقوا بعضهم على رأي ستة فيروز وربنا يا رب ما يفرقهم عن بعضهم أبدا فعملوا صفحة وكأنهم بيسجلوا فيها تجربتهم اللي نتمنى من قلبي أنها تفضل مستمرة بكل الحب يستمر هذا الوهج دائما يا جورج ويا مريز منورنا ده نورك يا أستاذ يوسف منور شاشة القناة الأولى دايما منورة منورة زكا جورج انت ساكت وهادي كده زيك لا ده أنا أنا مفصوط خالص أن أنا مع حضرتك وفي نفس الوقت الكلام الحركة قلت ده حلو وكبير علينا قوي وإحنا يعني يما يخرج من واحد زي حضرتك قامة بالنسبة لنا دي حاجة عظيمة قوي يعني لا العفو العفو ربنا يا ربي دي معلكو كل المحبة أنا عندي سؤال في ناس كتير تيجي تقولك الحب 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 قبل الجواز طيب وأنا أشوف صفحة بيتنا بتقول إن الحب قبل الجواز والحب بعد الجواز هل بيستمر الحب بعد الجواز وإن أراد ربنا سبحانه وتعالى إنه يستمر ويبارك فيه بيستمر على طول سؤال جامد قوي طيب يعني أنا هدي مريز كلادي سفيرست يعني تبدأ بالإجابة وأنا هكمل جورج قول انت يا بابا قول طيب يعني لا لا دي سفيرست هو دايما بيحب يعمل كده يعني بس جورج جميل يعني عشان هو قلبه حلو وعبيض بص يا أستاذ يوسف ربنا يخليك شكرا عايزة أقول لك بخصوص الموضوع ده إنه الحب ده حاجة موجودة طول الوقت حوالينا مش بس ما بين المتجاوزين يعني هي حاجة أصلا ربنا ادهالنا يعني هو اددى الحب هو إحنا بنتولد ربنا اددنا الحب أصلا في قلبنا وبناء عليه إحنا كلنا أصلا جوانا حب إحنا بقى بندين مين ونوزعه إزاي وإزاي بنقدر ننشره لكل الناس هي دي أهم حاجة في الموضوع موجود قبل الجواز وبعد الجواز وبعد الولاد وفي مفارقة في الموضوع ده كانت لطيفة قوي إنه إحنا متجاوزنا من 14 سنة قالوا لنا يعني أنتو شهر العسل وخلاص يعني مش هتفضلوا سوعة ده كده وبتحبوا بعض أهم بيقولوا شهر العسل بعد كده يقول لك أول سنة بعد كده يقولوا هو ستة أول ست سنين وبعد كده هتبعدوا بس اللي أنا عايزة أقوله حضرتك إنه فكرة الحب بعد الجواز هي ضربات القلب حتى لما بتترسم في المستشفى بتترسم فوق وتحت وفوق وتحت فالحب هو موجود بس ظروف أوقات ممكن تخلي إن في بعض المشاكل والحاجات دي اللي ممكن تحصل لأي بيت لكن المهم الاثنين دول اللي هم قرروا يشاركوا بعض الحياة هم قادرين يكون عندهم الفكر إنه هم يعودوا يتكلموا ويتفهموا ويحلوا مشاكلهم ولا كل واحد بيقول أنا ويلا نفسي ومش قادر يسمع الطرف التاني الحب بيكمل أو ما بيكملش عن طريق إن الناس بتفهم وتعرف بعض لإنه إحنا بنتغير بعد الجواز فممكن اللي أنا عرفتها النهاردة هي عندها تغيرات أنا لازم أبقى متابعة تغيراتها وأفهم هي بتفكر في إيه وتغيرت في إيه هو ده الحب بيكمل بطريقة التفاهم يعني صح صح هشوف هو الحب ده أصله حاجة في فطرتنا ربنا سبحانه وتعالى الله محبة فالحب ده موجود مزروع جوانا طيب زي ما يجمعكم الحب بتجمعكم المزيكة ما خفتوش المزيكة دي تشغلكوا أو تشغل كل واحد عن محبة التاني ونبعد شوية وده ممكن يجيله حاجة وده يجيله حاجة والوقت ما يبقاش جميعنا طول الوقت أو طول الوقت بقى الوقت جميعنا طول الوقت جملة مش بليغة بص يا سيد يوسف أنا دايما بقول كده أنا حياتي كان فيها نجاح حقيقي مع مريز وفكرة اللي بيتجوزوا بالمناسبة هم بيكملوا بعض بمعنى يعني دايما أغلبنا بعد الجواز بيروحي يشارك ناس تانية مع أنه عنده شريك أكتر شريك مش هيدحك عليه أكتر شريك عمره ما يخونه أكتر شريك هيخاف عليه بجد من قلبه فالنجاح ما بيننا ارتبط بأن إحنا شركة حقيين فإحنا المزيكة سوا مشاريئنا سوا حياتنا سوا حتى بيتنا سوا كل الأزمات سوا كل الفرح سوا فإحنا سوا فاللي هايحصل بقى مش مهم في القصة دي كمان كمان يا أستاذ يوسف عايز أقول لك حاجة يعني إحنا كنا شركة في حاجات كتير ده بيسبب خلافات كتير على فكرة يعني إحنا كتير بنتخانق بسبب الشغل أو بسبب إن هو عنده وجهة نظر في المزيكة وأنا عندي وجهة نظر تانية أو إحنا بنشتغل في الماركتينج برضو مع بعض ممكن يبقى هو عنده وجهة نظر معينة في الشغل أنا عندي وجهة نظر مختلفة عنه فكتير ممكن نختلف لكن في النهاية بنرجع لأهم نقطة إن إحنا بنحب بعض فنفصل خالص ده عنده ونتكلم في الشغل لما نبقى هادين ونقول إحنا دلوقتي هنهدى خالص نتعامل بقى كم يتجوزين دلوقتي ونفصل للشغل ونتكلم في الشغل بعدين نبعد عن البلاد كده وننزل نقطة في مكان هادين وإنت نتكلم في الشغل عشان ما نتخانقش فلأ مهم إن إحنا نختار كمان الوقت المناسب اللي إحنا عايزين نتناقش فيه في موضوع عارفين إنه ممكن يحصل فيه جدال يعني لأ بنتنا عقلة وكاملة حاجة تفرح حاجة تشرف يعني إحنا ما بنتخانقش خالص يا جورج ما بنتخانقش خالص يا جورج لا بنتخانق 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 وبص إحنا خناءاتنا قوي جدا جدا فوق ما تتصور شوف على مقدار الحب يحصل خناء أكبر بالمناسبة بس الخناء ليه هو ده السؤال يعني أنا بكتشف أنه ما بنتخانق سوي إحنا بنتخانق عشان بنخاف على بعض في حاجة معينة فهي ممكن تكون شايفة حاجة عندي عايزة تقولها لي وأنا كراجل شرقي أوقات برضو بتقفل في دماغي كصعيدي أنت إزاي تقوليلي الموضوع الفلاني بعد شوية لما بسمعها وبفهم هي بتقول إيه بكتشف أن الله دي إحنا بنتخانق عشان مصلحة بعض ما فيه اتنين يتخانقوا عشان مصلحة بعض واثنين يتخانقوا عشان مش مصلحة بعض عشان كل واحد بيتخانق عشان مصلحته الشخصية وبعدين كمان إحنا كنا بنتخانق كل الخناءات الكبيرة قوي قبل الجواز يعني إحنا السنة اللي في الخطوبة دي تخانقنا كل يوم كنا بنتخانق لغاية بعد الجواز نشكر ربنا أن الخناءات قلت كتير وبقت على حاجات اللي هي حاجات جوا شغل يعني إحنا نشكر ربنا ما بنتخانقش دوقتي على حاجات شخصية يعني مش حاجات في العلاقة مش حاجات ليه علاقة بولدنا خمسة وخميسة النهارة الخميس الساعة خمسة لكن خناءاتنا كلها ليه علاقة بالشغل أكتر يعني حاجات منختلف فيها علاقة بالشغل بسي مش بينا يعني إحنا شخصياً لا نشكر ربنا الحياة مش حلوة يعني طب أنا عندي فاضلي حاجتين بقى عايزة أسأل عليهم أو حاجة وطلب السؤال الأولاني هو أنه يعني أقمر الأمر الله ربنا يخليك يا أمير الأمر أنت يعني مثلاً الستات أصلاً ما معروفين كده أنهم بطنيات ما بيقولوش تزعل وتشيل في نفسها وما تقولش ده بيحصل مع مريز وإذا كان بيحصل بتتعامل مع ده إزاي طمام تشوف مريز مش ده خالص بقى مريز عكس ده تماماً يعني أنا ربنا رزقني بإنسانة اللي في قلبها على لسانها وش يعني ما بتعرفش لا تخبي الحمد لله جداً لا تعرف تخبي ولا تعرف تعمل حاجات دي لكن لما بيحصل يمكن أوقات يحصل في إيه في إنها تسيبني مثلاً يوم عيد مثلاً مرة عيد جوازنا أنا نسيت إن هو كان عيد جوازنا نسيت سوهي علي الأمر لا ونسيت مريز راحت إيه بكل بساطة كده لقيتها إيه اتصلت بي إزايك عامل إيه آآ آآ حصل وأخبرك إيه وتمامه وعملت إيه مهتمة بيه اليوم ده بزيادة أنا مش فاهم في إيه معين راح جابتلي عايزة قابلك جات قابلتني ومعها بوكي ورد وانا ناسي النهاردة ايه الجوازت وبعد كده أنا أعمل وأوأيت لي النهاردة انت مفيش أي حاجة فاكرها يعني فقلت لها آآ آآ إيه آآ آآ يعني عارف أنت السؤال ده صعب قوي لو مستهت تقول لك النهاردة ايه انت لازم تواقف بلك ده أه طبعاً أنا هفاكر يعني قلت لها مهمهما إيه آآ فرحت مريز كسفتني بالحب يعني وجايت لي طبعاً أنا عازمةك النهاردة فمكان ومر اليوم من غير مشكلة. فده ده مريز يعني. يعني لكن انا هتعامل مع ده ازاي? انا دايما اقعد افكر نفسي دايما اقول كده عن مراتي دايما ايه اكتر حاجة تفرحها وايه اكتر حاجة تزعلها. وبسألها اوقات الاسئلة دي عشان ما تكونش في يوم الايام جاي عليها ودايقها بس. لانه انا لما بتدايق من مريز او مريز دايق مني يومنا بيبقى وحش جدا. وده تقريبا كل المتجوزين كده. عشان برضو ايه احنا اوقات بنلاقي ناس ماشي في الشارع بتكلم نفسها. خلي بالك. ليه بتكلم نفسها? لانهم عندهم مشاكل الست اللي تنجد على جوزها. والرجل اللي نجد على امراته. هم بيبوزوا يوم بعض من اوله لاخره. فعشان كده طول ما احنا متفاهمين. وقادرين نتكلم يعني مع بعض ونتفاهم. يومنا هيبقى لطيف ولزيز جدا. حاجة جميلة. الطلب بقى. وانا كمان. مش وانا قاعد وانا بقول لكوا ايه دلوقتي بقى انا عايزك وبعد اذنكوا يعني. تغنيو لنا غنوة سوا. سوا. بس ما صونتي واحش جدا انت لتستعمل. هلا بخوتي اوحش انت مش متخيل. سوا سوا مع ادب شو مش عايب. حبيبي ده انت امر. نلقي ناسة مع علينا الهواء. او اه هي هي هتقول ناسة مع علينا الهواء. انا ممكن نلعب طابلة مسلا ممكن نلعب طابلة. ماشي. ممكن نلعب طابلة معينا بسرعة. ماشي ماشي. انا بلعب مزيكة. صح. الطابلة بتاعتي فين? في قدة. قوم قوم. انا اي خدمة. شوف كي الطابلة لو وراك الداني. بص احنا عائلة فنية جدا. خلي بالك. ما شاء الله. حبيب انت. احنا لو علينا مش عايزين نسيبك من الاخر. الله يقول لنا. عشان تطبل براحتك بقى. يلا. هدى هدى اخذ بيك. دي لا اشي تطلع حلوة يلا بنا. يلا اولي وانا هرعب. ميشي. اوكي. نس ما علينا الهوى من مفرق الوادي. يا هوا دخل الهوى خدني على بلاذي نس ما علينا الهوى من مفرق الوادي. يا هوا دخل الهوا خدني على بلادي يا هوا يا هوا ياللي طاير بالهوا في منطورة طاق وصورة خدني لعن دنيا هوا كفاية عشان وقت البرنامج انا عايزة اقول حاجة بس سريعة اذا سمحتولي يعني عايزة اقول حبيبي عايزة اقول حاجة اذا سمحتولي ان انا طبعا بحب امراتي جدا ده حاجة انتم اكيد مش محتاجة اقولها بس انا عايزة اقول اتنين بحبهم اوي مخايل ابني وفيولا عشان هم اكيد هيسمعوا ده وفي يوم الايام دخلهم دول من احلى الحاجات الحاصلة شاور لهم ييجوا وبنتمنى لما يكبروا يكونوا دايما حاجة كبيرة يعني تعالي يا فيولا تعالي تعالي بروح بروح حبيبتي بروح تعالي دي فيولا يا خبر شايفينها كده يا مخايل يا خلاص يا خلاص فحبيت بس يكونوا شاركيننا اللحظة دي عشان احنا لأسرة كلها يعني مخايل فيولا ما شاء الله ما شاء الله عيلة مصرية عادية زينا وزي اهلينا ما الحياة حلوة هو وما البناس بتطلع اشعاعات على المتجاوزين ليه انا مش قادر افهم شكرا جدا جورج شكرا جدا مريز شكرا جدا مخايل شكرا جدا فيولا كل شكرا ليكو